قراءة المشهد السوري في ظل المتغيرات والعوامل الوطنية والإقليمية والدولية وصمود السوريين في وجه المشروع الصهيو أمريكي وحتمية سقوط المشروع الصهيوني من أهم الرؤى والمحاور التي ركز عليها المشاركون في ورشة عمل اتحاد الكتاب العرب تحت عنوان حتمية سقوط المشروع الصهيوني الأمريكي واستثمار عوامل السقوط وأشار المشاركون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها ودخلت مرحلة جديدة مؤكدين أن المواطن العربي السوري شكل عامل قوة وأن الجيش العربي السوري عنوانها وبنيتها هم يؤمنون بأنهم مصطنعون ومن ثم يؤمنون أيضا في قرارة أنفسهم بأنهم لا بد أنهم راحلون هذه الورشة هي جبهة من جبهات العمل الثقافي القومي العربي الذي يقع ضمن المعركة التي تخوضها سوريا ثلاث عوامل أسست إلى عدم استقرار هذا الكيام النضاء للشعب الفلسطيني إسرار كل الحركات والمنظمات والأحزاب السياسية العربية التي تلزمت بالقضية الفلسطينية كموقف قومي وليس فقط قطري التزام الدول العربية القومية بالمشروع تحرير فلسطين وأخص أساسا سوريا المشاركون بيّنوا أن المعركة ما زالت مستمرة وأن العدو يندحر عسكريا أمام ضربات جيشنا الباسل الذي يحقق الانتصارات المتتالية مشددين على أن تعزيز التحالف مع روسيا والصين وكل الدول الصديقة من العوامل المهمة لمواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي تكمن أهمية هذه الورشة للتأكيد على نشر الوعي وطرح الرؤى الواقعية التي من شأنها تعزيز الصمود والمقاومة والتصدي للمؤامرة أنا سطبال لإخبار التلفزيون العربي السوري اتحاد الكتاب العرب دمشق